في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟ لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتى البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعض كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت؟ سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا؟ لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيت لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيدا لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتظر عودة سيد العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبث نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجلد انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لكأن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي يا عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحد سبحان من يحي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهض لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لو لا سيدي أو زير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهمل العمل بها لم يلتفت إلى كل هذا الخير وراحوا ينسجون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلا واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفير بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئا من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولا تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عما هل من خدمة أؤديها لك إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبيا يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكرا لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبدا اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلا أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينتشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولا في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصا في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس لو كان أيوب فقيرا لعرفتم معدنه الحقيقي وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحق حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ معك حق إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول أنقاذ ماله يا لها من كارثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرض يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارقه ابتسامة الرضا ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسيه ها 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 لتواسيه وما الداعي لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة آه كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريضوا بوباء عجيب شششش اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال يا له من جبل صامت عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد وأيوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن سبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يسقط وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد يا له من مرض شديد أهى أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأسرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابه ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بات كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفتي عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ظفائرها الذهبية نعم كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم آتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عملين؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجرين لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي ظفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب؟ سمعت اليوم ما ألمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفان الله لأجلدنك مئة جلدة أهاز جزائي يا أيوب تجلدني مئة جلدة؟ لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كلما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة؟ لماذا جئتي متأخرة؟ عفواً تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت أني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك أيمكنني أن أستعير رغيفاً من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمناً وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء، أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا، إنها ستبيع لي شيئاً ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي، خصي ضفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ضفيرة من الشعر؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء، إن لم تكن موافقة، فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء، وخذي بعضاً من اللحم أيضاً هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية، لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها، وقد شعر أنها تخفي عنه شيئاً سق يا سيدي، أنا لم أفعل ما يغضبك مني، ولا أتساءل الطعام أبداً، بل دائماً أعطي أكثر مما أخذ، كل وأنت مطمئن، نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرتي الجديدة؟ وقد ثبتتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة، وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معاً أتقصدين؟ بالضبط، تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسناً، فكري في الأمر، الطعام موجوداً هنا في أي وقت موافقة، أخذ ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة، الطعام أجدى وأهم، إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب، لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئاً من الطعام، فالجو شديد البرودة، كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام؟ قدمت خدمة لنفس المرأة، وأعطتني طعاماً بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته، فطلب منها أن تنزع حجابها إنني، إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك، لم يكن أمامي خيار آخر، إما صحتك واستمرارنا في الحياة، وإما زينتي سألها النبي الكريم، لماذا لم تخبره بالحقيقة؟ خشيت أن ترفض بيعي لشعري، وما كنت أحتمل أن أراك جائعاً، أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء، وهو يبكي، ودعا ربه قائلاً رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف، الرياح شديدة اليوم، أخشى أن تفسد شعري شعرك، تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم، اشتريتي الظفيرة الثانية انظري بنفسك الظفيرتان انتظري يا فتاة، لا تذهبي بعيداً، أين أنت؟ أين ذهب الظفائر الجميلة؟ لن أعود إلا بها، ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها، فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه، وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل، فذهبت عنه كل القروح، وخرج سليماً معافاً، عندها وجد أمامه ثوباً من الجنة أيها الرجل الطيب، ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض، فيه شوه منك، ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلاً، ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب، الحمد لله الذي شفاك وعفاك، وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء، فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص، فأخذها يضمها إلى ثوبه، ويكسر منها يا نبي الله، ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب، وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القشر، ومعنا كل هذا الزهب، ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب، وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي، بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة، إذا ما شفاك الله قال لها النبي أيوب، إن الله أرحم بنا من أنفسنا، أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه، فلا أوذيكي، وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا، أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب، الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر، وأعاننا عليه، وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم، سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم، أخبرتني أمي رحمة بذلك، خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبيك عادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب، فموعد الصلاة قدحان، ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا دهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ هل من أخبار جديدة نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهم مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متأمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله لماذا هو غاضب علي أم تراه لا يسمع ولا يرى تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ هم؟ ها؟ يا له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لست هو إن لك نفس صوته ولكن ولكن وجه حبيب وجسده ها 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 لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقا وصدقا أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهما بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدرا وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماما صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرون وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لوط عليه السلام قبل تلقيه الأمر بالنبوة والدعوة كان يرافق عمه الخليل إبراهيم عليه السلام في دعوته فقد كان أول من آمن به بعد زوجته سارة وانتقل معه بين المدن ولما جاءت الرسالة إلى لوط عليه السلام بتكليف من رب العالمين أمره إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى قوم سدوم وذهب إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس لينعم به وأكمل لوط عليه السلام سيره إلى قوم سدوم للعيش بينهم ودعوتهم لتوحيد الله وعبادته رغم أنهم قوم سوء يفعلون الفواحش يقطعون الطرق يهاجمون القوافل يقتل القوي الضعيف ويسفك الملوك دماء الأبرياء ويأتون الرجال من دون النساء ويستحلون أموال الناس بالباطل ودعا لوط عليه السلام قومه وتحمل أذاهم ولم يؤمن منهم أحد وكان من أصعب الامتحانات التي مرت به زوجته التي رفضت اتباعه وبقيت مع قومها على الباطل نحن قوم سدوم نفعل ما نريد لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام نشرب نمرح نفرح حتى الآلهة تبارك أفعالنا إلا زوجي لوق الذي ضرب بيننا وانفصل عنا ودعا إلى إله آخر إله عمه إبراهيم يدعونه برب العالمين وما رب العالمين رب نوح وإبراهيم رب كل شيء ومليكه الخالق الرازق البارئ المصور من خلق لك هذه الدابة من سقها وأطعمها من شفاك وأطعمك من رزقك وكفاك وكفلك وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى يسكت واذهب عنا أنت من من فوتين بلوط وإبراهيم لقد أمرنا خليل الله أن نكون في عون لوط وأن لا نتخلى عنه نحارب من حاربه ونسالم من سالمه وهكذا كان أول من عاد سيدنا لوط عليه السلام زوجته وتآمرت مع قومها للتخلص منه ومن دعوته ولكنه لم ييأس واستمر في دعوته ماذا تريد يا لوط يرد عليه لوط عليه السلام بأنه جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب وهو الذي يتوفاك حين تنام وهو الذي يحييك وكم تريد يا لوط من المال والعبيد والنساء كي تترك هذه الدعوة وترجع إلى دين سدوم يقول لوط عليه السلام ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولكننا لا نريد الهدى نريد أن نظل هكذا نفعل ما نشاء وقت ما نشاء يقول لوط عليه السلام ولكن الله أرسلني إليكم خاصة إلينا خاصة نحن لا نريد رسولاً ولا نبياً يقول لوط عليه السلام إنكم لتأتون الفاحشة وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمنا في دعوته لا يمسه أحد بسوء يا له من رجل عنيد هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم حاول لوط عليه السلام هداية قومه ولكنهم أبوا فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب وكان دعاء إبراهيم عليه السلام له اللهم نجي لوطا وأهله مما يعملون حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط عليه السلام ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي كل الملوك قد تجمعوا عند بارع مالك سدوم لا أدري لماذا يا لوط لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير الأشهريون قد بذوا علينا وجمعوا من الضرائب الباهظة فهل أن تعون لنا في حربنا ضدهم يرد لوط عليه السلام بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان هذا هو أهدنا بك يا لوط لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق فهيا هيا يا قوم سدوم سنحارب الآشوريين ومعنا الملوك والجيوش ودخل لوط عليه السلام الحرب مدافعا عن الحق رافعا راية الجهاد ضد الظلم ولكن سدوم هزمت شر هزيمة فإن معصية واحدة أشد على الجيوش من سيوف الأعداء وقوم سدوم لم يتركوا ذنبا ولا فاحشة إلا وفعلوها فنالوا عقابهم حتى وإن كان فيهم لوط النبي الله عليه السلام واستمرت دعوة لوط عليه السلام لقومه حتى وصل الأمر بالتستر للنساء فما كان إلا أن أمر لوط عليه السلام بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين حتى طلبت منه زوجته الطلاق طلقني يا لوط طلقني خذ بناتك فأنا لست منكم وأنتم لست مني يرد لوط عليه السلام ما أمرت بهذا إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم إذن لابد من طردك وبناتك من سدوم سأذهب بنفسي للملك وانظر ماذا يفعل لكم الرب وذهبت زوجة لوط عليه السلام إلى الملك تستعديه على زوجها لوط عليه السلام وبناته يا لوط لقد كرهتك زوجتك فطلقها يقول لوط عليه السلام إن أتبع إلا ما يوحى إلي لكنها لا تريد أن تعيش في بيتك كرهت مأكلك ومشربك ومسكنك يرد لوط عليه السلام على زوجته شأنك كقومك فهم لا يحبون الناصحين وسأصبر حتى يفتح الله بيني وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين لن أتبعك يا لوط لن أتبعك ونن أحتم نفسي وقومي من ملذات الحياة الدنيا قال لوط عليه السلام من تبعني فإنه مني ولا يحل لي أن أزوج بناتي بمن ليسوا مني أعلنوا أنا ملك سدوم أنه لا حق لأحد في بنات لوط بل لا حق لأحد من سدوم في بنات لوط وازداد طغيان القوم ولكن لوط عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم ووقف لوط عليه السلام وسط قومه ينصحهم قائلا يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون والذي أنتم إليه تحشرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وماذا تريدنا أن نفعل يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون وأمرهم أن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين هاها ها 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 ولوطا إذ قالني قومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فأيقن لوط عليه السلام أن عذاب الله آت لا محالة بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق وعلم أن دعوته لقومه قد انتهت وأن العذاب مصيبهم وجاءت ساعة الحساب فأرسل الله ملائكة لخليله بالبشرى والإنذار بشرى لخليل الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بالذرية الصالحة والإنذار لقوم لوط عليه السلام بالعذاب جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة ودخل ضيوف إبراهيم عليه السلام بيته فما رأى الناس أجمل منهم فقدم لهم الخليل إبراهيم عليه السلام الطعام بنفسه ولكنهم لم يأكلوا فأحس بالخوف فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا وقال لهم إبراهيم عليه السلام أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال فمائة مؤمن قالوا لا قال فأربعون مؤمن قالوا لا قال فأربعة عشر مؤمن قالوا لا إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وذهبت الملائكة لإنذار لوط عليه السلام بالعذاب لقومه واقتربت الملائكة من إحدى بنات لوط عليه السلام فقالوا يا جارية هل من منزل؟ قفوا مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم أخاف عليكم من القوم الفاسقين يا أبتي أرافت ينا على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم مجوها أخاف أن يأخذهم القوم فلقد نهوك أم تضيف رجلا فرد عليها لوط عليه السلام خلي عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت قابل لوط عليه السلام ضيوفه فوجد فيهم جمالا ووسامة ونزلت الملائكة ضيوفا على لوط عليه السلام الذي ضاق بهم ذرعا من الخوف عليهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها فقال لهم والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات وكانوا قد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك فقالت الملائكة للوط عليه السلام بماذا تشهد على قومك ورد لوط عليه السلام بأنهم شر قوم على وجه الأرض وما كان من زوجة لوط عليه السلام بعد سماعها بأمر الضيوف إلا أن هرعت إلى قومها تخبرهم لقد جاءك الجديد يا أبي الجديد؟ وما هو يا ابنتي؟ ثلاثة من الفتيان ما رأيت في جمالهم ولا في حسنهم أين هم؟ أخبريني ولا تخبري غيري أين هم؟ إنهم مع لوط الآن بالمنزل نزلوا عليه ضيوفا آه جاءت اللحظة التي ستعقب فيها يا لوط جاءت اللحظة إنها لحظة الحساب والعقاب فلتكن كل القرية معنا حتى يتأدب لوط ونؤذيه في ضيوفه وما زال لوط عليه السلام يتحدث إلى رسل رب العالمين حتى دخل حارسه مولاي لوط إن القوم بالباب قد حضروا إليك يريدون مقابلتك وفزع لوط عليه السلام وخاف على ضيوفه من أذى قومه وحذر ضيوفه من الخروج إلى هؤلاء القوم المفسدين أخرج علينا يا لوط وسلمنا ضيوفك وإلا دخلنا عليك واقتحمنا المنزل وأخذناه عنوة ألم ننهك عن تضيف الرجال؟ وأدرك لوط عليه السلام أن هذا اليوم يوم عسير هيا يا قوم اقتحموا المنزل وأخرجوا ضيوف لوط وردت الملائكة لا تبتأس يا لوط فإن ركنك لشديد وإنهم لآتيهم عذاب غير مردود قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فقام لوط عليه السلام يحاول إقناع قومه بالابتعاد عن ضيوفه وعرض عليهم لوط عليه السلام بناته على سبيل الزواج قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا لوط أعطنا ضيوفك واسلم من أذانا وردت الملائكة يا لوط إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وحزن لوط عليه السلام على أهله وبناته ممن اتبعوه وخاف عليهم من الهلاك والدمار فقالت الملائكة لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وضرب جبريل عليه السلام بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها لا أرى بعيني وأنا أيضا لا أرى لا أبصر أصبحت ضريرا أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي وقال لوط عليه السلام لأهله إن الله أمرني أن أسري بكم وقد وعدني الله بالنجاة أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر وخرج لوط عليه السلام وخرج لوط عليه السلام بأهله من القرية قبل وقوع العذاب الذي أخبروه أن موعده الصبح وخرجت معه زوجته وقد أمرتهم الملائكة بألا يلتفتوا لأن العذاب يصبهم بمجرد النظر إليه إلا أن امرأته عندما بدأ العذاب يحل بالكافرين سمعت أصواتهم وصراخهم فالتفتت تصرخوا قوماه فأصابها ما أصاب قومها من العذاب قالوا عن عذاب قوم لوط عليه السلام اقتلعهن جبريل عليه السلام بطرف جناحه من قرارهن وكنا سبع مدن بمن فيهن من الأمم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديوكهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأرسل عليهم صيحة ومطر من الحجارة تتبع بعضها بعضا فأبيدت المدن بأكملها وكانت نهاية قوم سدوم وعاش لوط عليه السلام يدعو إلى الله تعالى وأعطاه خليل الله عليه السلام المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصادهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ترجمة نانسي قنقر